من إنقاذ 123 ألف شخص تقريبا إذن بشكل عام ومنذ بدء العمليات العسكرية الخاصة 600 ألف شخص تم إجلاؤهم نحو روسيا بما في ذلك أكثر من 190 ألف طفل نحن نتحدث هنا عن أي عمل قسري أو أي اختطاف كما يحب الزملاء من الغرب تقديم ذلك هذا قرار توعي من هؤلاء الأشخاص وهذا ما أثبتته مقاطع فيديو كثيرة يمكن الوصول إليها ومشاهدتها في وسائل التواصل الاجتماعي السيد الرئيس إن موضوع آخر في هذه الجلسة وموضوع لم نتناوله بالنقاش اليوم لذلك لن أتطرق إليه ولكن بكل بساطة أنتهز فرصة الحضور عن بعد لرئيس أوكرانيا وأخطبه بشكل مباشر نحن نحملكم وضميركم الاتهمات التي لا أساس لها بحق القوات الروسية والتي ما من شهود عيان يثبتونها تهدت عن هذا الموضوع يوم أمس في المؤتمر الصحفي في العام الفين والتسعة عشر انتخبت رئيسا لأوكرانيا وكان الأمل يحيط بهذا الانتخاب لأنك كمرشح تعهدت بالسلام وبوضع حد للحرب في دونبس وتعهدت لناطقين بحماية الناطقين بروسية هناك إذن يبدو وكأننا كنا على شفير تصحيحي الظلم التاريخي إثر انقلاب الميدان في العام الفين واربعة عشر وعندما بدأت أوكرانيا تتحول إلى مركز لكراهية الروس كنا على وشك قلب تلك الصفحة ولكن تلاشت هذه الآمال سريعا وهانت اليوم تتعامل وسكان الجمهوريتين في دونبس والوغانكس كأقل من بشر وكأنك تكرر ما كان أسلافك يقولون وأن هؤلاء السكان في هذه المناطق يجب أن يغادروا ربما إلى روسيا والآن أعلنت الحرب ضد الروسية وذلك من خلال بدء عملية تحقيق لوجهزة لغوية علما أن روسيا هي لغة الأم لأكثر من أربعين بالمئة من السكان اليوم نعرف أن أصوات القصف والمدفعية تطال كل الأراضي الأوكرانية وليس في الشرق فحسب حيث لم تتوقف منذ سنوات ثمانية وهي تنفجر لأنه ما من سبيل آخر لإحلال السلام في الدونبس بعد أن قمت أنت برفض الالتزام باتفاقات مينسك في الوقت نفسه في الوقت نفسه تحضرتم في مارس لحل مشكلة دونبس بالسليب العسكرية ورح نوجدنا عددا من الأوامر السرية تثبت ذلك قيل لنا أنه لا يجب أن يكون هناك أي نازيين في أوكرانيا ولكننا نحن نعي تماما أنهم موجودون هناك وهم من يديروا الدفة أصلا وكيف لا في حين أن الأبطال الوطنيون في أوكرانيا هم نازيون مسؤولون عن المحرق وقتلوا مئات آلاف الروسيين والأوكرانيين واليهود أنتم فضلتم أن لا تنظروا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا وأن تظاهروا بأنهم غير موجودين ولكنهم للأسف موجودون هناك وأعدادهم كبيرة ومن بينهم شباب كيف نعي ذلك لأنهم لا يخفون ذلك لديهم أوشام نازية ويرسمون الرموز النازية على ملابسهم وهم يتحدثون بانفتاحا عن هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك كثيرون منهم في الكتائب الوطنية بما في ذلك الجناح اليميني وهم يتصرفون كنازيين ويقتلون كنازيين لا يقتلون فقط العسكر الروس والأسرى بل يقتلون الأوكرانيين أيضا هم شريرون ضد المدنيين ويستخدمونهم كذروع بشرية ويضعون المدافع بالقرب من المساكن واليوم استمعنا إلى أكاذيب كثيرة حول الجيش الروسي لدينا مئات لا بل بالأحرى آلاف الشهادات على الفيديو لأشخاص كانوا مستعدين لأن يشهدوا على شراسة الوطنيين أو القوميين الأوكرانيين ويمكننا أن نستمع إليها ناتاليا كودينوفا تقول أن عمدة البلدة كان أول من هرب بعد أن كذبت السلطات الأوكرانية بأن روسيا لا تسمح للناس بالهروب من المعابر الإنسانية وقاموا وكان هناك جدة أيضا قالت أن كتيبة أزوف لم تسمح لها بأن تغادر بيتها وكل من حاول أن يغادر كانت النار تطلق عليه والنساء والفتيات كانت تسلب منهم مجوهراتهم بمن فيهم فاكالين فالنتين نيكالويفن بوريسينكا التي تقول كيف أن العسكر الأوكراني قام بطرد مرأة وطفلين من منزلهم وهذه المرأة كان لديها طفلان تم طرد قالت أيضا أنه تم تعذيبها من قبل القوات الأوكرانية قالت أنهم ضربوها واغتصبوها وهددوا باغتصاب ابنتها شابو فالوفا أولغا جيوريغان قالت أنها غادرت ماريو بول من منغوش في الخامس والعشرين من مارس وكانت القوات الأوكرانية موجودة بين المنازل وبين المدارس أيضا وقامت بإطلاق المدنيين بشكل عشوائي واستحدفت المباني السكانية وكان هناك دبابات أيضا بالقرب من المدارس ورأت ذلك بأم عينها السيدة أولغا سيرييفنا قالت أن المدرسة رقم خمسة عشر في ماريو بول منذ الخمس والعشرين من فبراير تواجدت فيها القوات الأوكرانية وبدأت بإطلاق النار منها بما أدى إلى ضرر كبير في الثامن والتاسع من مارس كان هناك عمليات قصف قوية استهدفت المنازل وسئل الأوكرانيون والجيش الأوكراني لماذا يقوموا بذلك وقالوا أنهم يريدون أن يسرقوا على الفور وقاموا بسرقة كل المتاجر قالوا أنهم يقومون بذلك لطرد الروح الروسية من هناك هناك قصص تفطر القلوب كثيرة ومتعددة هناك روسيون وأوكرانيون يتعرضون للتعذيب وتحرق الرموز النازية على صدورهم هناك مجربون وزعتم أنتم عليهم الأسلحة وعلى الرغم من كل هذه الأدلة تحاولون أن توجهوا أصابة الاتهام إلى الجيش الروسي هذا غير مقبول فكرة أن تفكروا بأن الجيش الروسي قادر على القيام بذلك هذا غير مقبول وأنتم اليوم تقومون بعمليات ضد المدنيين الأوكرانيين الذين قتلهم الراديكاليون وتتهمون الجيش الروسي بأنه هو قد قتلهم هذا غير مقبول فذلك حصل في منطق انسحب منها الجيش الروسي بعد المحادثات محادثة السلام في إسطنبول أنا أفهم أنكم رأيتم الجثث وسمعتم الشهادات ولكن لا يمكنكم أن تحكم على ذلك تماما وهذه الجثث لم تكن موجودة بعد انسحاب القوات الروسية وهذا أمر أكدته الفيديوهات وفكرة وجود تسجيلات تثبت كيف أن الجيش الأوكراني يقوم بإطلاق النار على المدنيين على الأرض المدنيون الذين يحملون الأعلام البيضاء هذه الفيديوهات غير صحيحة وعلى أساس المعلومات غير الصحيحة التي نشرتها نيويورك تايمز هي موجودة منذ العشرين من مارس بالتالي هذه معلومات للشراكاء الغربيين الذين يرفضون الاستماع إلى أي حقائق للأسف هذه الدول لا تأبه لما يحصل لأوكرانيا أوكرانيا مجرد بيضق في اللعبة الجيوسياسية في روسيا ولكن في الوقت نفسه الدول الغربية تحاول إيطالة النزاع من خلال تسليم الأسلحة والذخائر والأهم هنا هو كيف وصلنا إلى هذا المستوى من الشر الذي تثبت عنه الكتائب الأوكرانية وأنا أتحدث مع الرئيس الأوكراني هنا في مقابلتك مع الأعلام الغربي قلت هم راديكاليون وهم من هم بالتالي أنا أحثك إلى توصل إلى حل إلى هذه المشكلة فنحن أتينا إليك أتينا إلى أوكرانيا ليس لإجتياح أوكرانيا نحن أتينا إلى أوكرانيا لضمان السلام في منطقة دونبس نحن لا نريد هدنة بل نريد سلاماً مستداماً علينا أن نجدث هذا الشر المتأصل يجب أن نستأصل هذا السرطان النازي الذي يفتك في أوكرانيا وسوف نحقق هذا الهدف عاجلاً أم آجلاً إذ ليس هناك حل آخر نحن لا نطلق النار على المدنيين نحن نحاول إنقاذ المدنيين ولهذا السبب نحن لا نحرز التقدم الذي توقعه البعض نحن لا نتصرف كالأمريكيين وشركائهم في سوريا والعراق عندما يهدمون مدداً بأكملها نحن نشفق على الأوكرانيين فهم أقرباؤنا الرديكاليون ليس لديهم ما يخسروه هم مستعدون للتضحية بكل شعب أوكرانيا كما أثبتوا في استفزازاتهم في بوتشا لا تسمح للغرب أن يحقق أهدافه اتخذوا القرارات الصائبة التي يحتاج إليها بلدكم فالغرب مستعد للمقاتلة في أوكرانيا حتى آخر أوكراني اتخذوا هذا القرار الآن فأنتم تعلمون حقيقة الوضع ففي وقت لاحق قد يكون قد فات الأوان وشكرا